بسم الله الرحمن الرحيم اخواني طلبة كلية الطب البشري وايضا كلية طب اسنان هنبدأ مع بعض سلسلة من شرح محاضرات الديجستف سيستم او الجاسترو انتسطينال تراكت وهذه السلسلة موجودة في كلية طب اسنان في ميديول الجاسترو انتسطينال تراكت ميديول وايضا في كلية طب اسنان هنبدأ في محاضرة الاولى في شرح الديجستف سيستم اللي هناخد فيها الموضوعات الاتية يبقى المحاضرة دي هنتناول فيها هذه الموضوعات هناخد في محاضرة النهاردة الورجنز of digestive system ديجستف سيستم ده عبارة عن اورجنز ايه هي الاورجنز التي تشترك في الجهاز الهضمي تاني حاجة في محاضرة النهاردة هناخد general functions الخاصة بالجهاز الهضمي general functions اللي هي الوظائف العامة الخاصة بالجهاز الهضمي او الجاسترو انتسطينال تراكت هناخد فكرة عن الهستولوجيكا الستراكشر أو جي اي تي يعني بما يغدب الفيسيولوجي طبعا هتاخدو التفاصيل في الهستولوجي بعد كده وايضا هنتكلم وناخد فكرة عن regulation of motility and secretion of digestive system كيف يتم الregوليشن الخاصة بالmotility والsecretion of digestive system وهناخد فكرة بسيطة عن blood supply of digestive system دي التوبيكس اللي هناخدها في المحاضرة الاولى وهي مقدمة في الdigestive system في بداية المحاضرة نقدر نقول ان الجاسترو انتسطينال system او الdigestive system بيتكون من الجاسترو انتسطينال تراكت اللي بتبدأ بالماوس والفارنس والأوسوفيجاس والاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين وتنتهي بالإينس وايضا هناك اكسسوري جلانس بتشارك معنا زي الساليفري جلانس بتطلع السلايفا وايضا البانكرياس بيطلع بانكرياتك سيكريشنز وايضا الليفر والجول بلدر كل ده بيشارك معنا في الdigestive system ومن كده نقدر نقول ان الورجنز الموجودة في الdigestive system ممكن نقسمها لتو مين جروبس اللي هي مجموعتين اساسيتين اول مجموعة اللي هي الالمينتري تراكت تراكت بوجه نعام اللي بتبدأ بالماوس وتنتهي بالإينس مرورا بالفارنس والأوسوفيجاس والاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين تاني حاجة موجودة في الاجسترون انتستين التركت او الdigestive system الاكسسوري اورجنز اورجنز اكسسوري اضافية تساهم في عمليات الديجشن اللي هي الهضم وعمليات الموتيلتي الخاصة بالdigestive system تبدأ بالصلايفة اللي بتطلع من الساليفري جلانز والبانكرياتيك جوس اللي هي الافرازات اللي بتطلع من البانكرياز وايضا الجلانز المختلفة الموجودة في كل الورجنز الموجودة في الاجسترون انتستين التركت نقدر نقول الساليفري جلانز بتطلع صلايفة وحاجة اسمها الاكسو كراين جلانز على رأسها البانكرياز والباليوري سيستم اللي بيبدأ بالليفر اللي بيطلع الافرازات المرارية التي تخزن في الجول بلودر وكل الكلام ده هناخده بالتفاصيل في شرح المنهج بإذن الله أما الاليمينتري تركت اللي هي الممرات الخاصة بالجهاز الهضمي اللي بتبدأ بالماوس فالفارنكس فالأسوفيجس فالاستومك فالسمول انتستين فاللارج انتستين نهاية بالإنس نقدر نقول ان الانجستت كونتينت لما الواحد بيأكل الأكل ده بيباص بيمر عبر الجاسترو انتستين التركت عبر هذه الورجنز المختلفة وهو بيمر عبر هذه الورجنز بيتم لهذا الأكل عملية الديجشن الهضم ثم عملية الابزوربشن الامتصاص للحاجات المفيدة والحاجات الغير مفيدة بيحصل لها سيكريشن عن طريق ستول فورميشن الليومن الخاص بالجاسترو انتستينل سيستيم هذا الليومن اللي هو التجويف الموجود في الجهاز الهضمي هو تجويف كونتينيوس كونتينيوس with external environment يعني متواصل مع البيئة الخارجية اللي هي من فوق بالماوس ومن تحت بالإينس يبقى انت بتعمل انجشن للأكل ويمر الأكل عبر اليومن عشان تقوم عمليات الديجشن جوه الجاسترو انتستينل تركتس بعد كده عملية الابزوربشن والسيكريشن ما هي الوظيفة الأساسية للجهاز الهضمي؟ الاليمينتري تراكت أهم وظيفة ليه هي انها بتدي الصبلاي لجسمنا بتدي الصبلاي يعني تمد الجسم بتاعنا بالهوتر بالمية والالكترو لايتس والالكترو لايتس السوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفايتامينز المختلفة والنيوتريانتز إذن الجهاز الهضمي هو اللي بتدينا صبلاي بالنيوتريانت الغذة زي الجولوكوز والأمينو أسيتز والفايتامينز المهمة بالالكترو لايتس وأيضا بيمد جسم الإنسان بالمية اللي بتشكل ستين في المية من وزن جسم الإنسان طبع عشان نقوم بهذه الوظيفة الجهاز الهضمي هو اللي بيمدنا بالحاجات دي طبع عشان أقوم بهذه الوظيفة لابد ان الجهاز الهضمي يكون ليه خصائص معينة محتاج يعمل ايه محتاج يعمل موفمت موفمت يعني حركة الأكل لما باكله لازم يتحرك عبر الاليمينتري تراكت بداية بالماوس والسوفيجاس والاستومك في السمول انتستين في اللارج انتستين فلازم الأكل يحصل له موفمت حركة طبع تاني حاجة الأكله هو بيتحرك لازم يحصل له دايجيشن يعني ايه يعني هضم وعملية الدايجيشن تستلزم إفرازات يحصل سيكريشن لإفرازات من الغدد اللعابية الصلايفة بعد كده من الاستومك جاستريك سيكريشنز جاستريك جوس العصارة المعاوية ثم الانتستين الجلانز انتستين الجوس العصارة المعاوية العصارة المعاوية وأيضا البانكرياس بانكرياتيك جوس بيصاعد عملية الهضم والليفر سيكريشنز اللي بتطلع من الليفر هذه السيكريشنز هي اللي بتقوم بعملية الديجيشن عملية الهضم وبعد ما الاكل يحصل له دايجيشن يحصل له ابزوربشن امتصاص امتص المواد المهمة امتص الووتر امتص الفايتامينز الالكترولايتز وايضا الديجيستف برودكتز زي الجلوكوز والعمينو أسد والفاتي أسد وبعد ما امتص هذه المواد بتصل للدم ففي الدم هيحصل سيركريشن المواد المهمة دي هيحصل لها سيركريشن يعني تروح للتيشوز المختلفة والأورجنز المختلفة والسيلز المختلفة في كل الأماكن يحصل سيركريشن عبر البلد عن طريق عملية الانتصاص اللي تمت في الجاسترو انتستين الأورجنز بيشيل هذه المواد المهمة عشان يوديها للسيلز المختلفة الموجودة في جسمي في الأماكن المختلفة ولكي تتم هذه العمليات الموفمينت والسيركريشن والأبزوربشن والسيركريشن لابد ان يحصل كنترول لهذه العمليات كنترول يعني تحكم في هذه العمليات ممكن أصرعها ممكن أبطأها ممكن أمنعها عن طريق النيرفوس ريجوليشن أعصاب نيرفوس ريجوليشن والأعصاب دي ممكن تكون لوكل موجودة في الجاسترو انتستين التريكت امبدد جوه الجاسترو انتستين التريكت أو نيرفوس سيستيم جاية من فوق زي السيمباساتيك والباراسيمباساتيك وأيضا ممكن يكون الريجوليشن عن طريق الهيرمونز هرمونات معينة بتطلع وبتعمل ريجوليشن للوظائف المختلفة للجهاز الهضمي بل كنترول بيتم إما أن يكون نيرفوس أو هرمونل النيرفوس انتوا عارفين أن النيرفوس ريجوليشن بيكون رابد ولكن بيكون رابد بس بيكونش برولونجد يعني بيكون رابد يعني اشتغل بسرعة ولكن لا يمتد لفترة شورت ديوريشن ما يمتدش لفترة طويلة أما الهرمونل ريجوليشن بيكون سلو يعني بطيء ولكن يمتد لفترة طويلة بيكون برولونجد يبقى نقدر نلخص يا شباب الفونكشنز الخاصة بالجاسترو انتستاينال تراكت عن طريق نقدر نقول أن الجاسترو انتستاينال تراكت بيقوم بفونكشنز مختلفة بيقوم بوظيفة اسمها الموتيلتي الموتيلتي اللي هي الحركة طبعا والحركة دي ممكن يكون الهدف منها أن أنا أحرك الفوت من مكان إلى آخر أو أني أساعد عملية الديجيشن تانية حاجة من وظائف الجهاز الهضم السيكريشنز اللي هي الإفرازات اللي بتطلع من أماكن مختلفة زي من الساليفر جلانس العوغدة اللعبية أو من الجاستريك جلانس اللي بتطلع الجاستريك جوس اللي هي العصارة المعيدية أو الانتستاينال جوس اللي بتطلع من الانتستاينال جلانس اللي هي العصارة المعاوية وأيضاً البانكرياس والليفرت كلها secretions بتساعد عملية ال-digestion طيب وبعد كده يتم عملية ال-digestion ثم عملية ال-absorption وفي النهاية تنتهي بعملية ال-execretion وكل ده بيتطلب synthesis تصنيع بعض ال-enzymes اللي بتساهم في عمليات أو functions المختلفة للجهاز الهضم نقدر نقول إن ال-digestion system perform for basic digestive processes يبقى كده نقدر نلخص الوظائف العامة للجهاز الهضمي إنهما أربع وظائف أساسيين الوظيفة الأولى اللي هي الموتيلتي الحركة الجهاز الهضمي من ضمن الوظائف الأساسية الخاصة بالجهاز الهضمي الموتيلتي الجهاز الهضم مسؤول عن الحركة والموتيلتي الموجودة في الجهاز الهضمي اللي بيتم عبر المسكولر contractions ال-smooth muscle contractions كل اليوم الموجود في الجهاز الهضمي يتمتع بوجود smooth muscles اللي هي عضلات ملساة ال-contractions الخاصة بال-smooth muscle هي المسؤول عن الموتيلتي الحركة ال-contractions تبتعمل mix يعني بتخلي الأكل يحصل له mixing مع بعضه وأيضا بتساهم في عملية movement of the food in forward direction from up to down طب إيه أنواع الموتيلتي الخاصة بالجهاز الهضمي الموتيلتي نقدر نقول إن الموتيلتي عندنا نوعين من الحركة موجودين في الجهاز الهضمي الموتيلتي حاجة اسمها propulsive movement propulsive movement دي تبوش the food content دي اللي بتحرك الأكل من فوق لتحت تمام؟ وثاني حاجة اللي هي mixing movement دي حركة الهدف منها إن أنا أعمل mixing عشان أساعد عملية digestion تمام؟ وعشان أمزج الأكل أعمله mix مع digestive juice العصارات اللي هي تساعد في عملية الهدف يبقى عملية الحركة الموتيلتي الهدف منها movement push إن أنا أبوش الأكل التحت ثاني حاجة إن أنا أميكس يعني أخلي الأكل يحصل له mixing مع digestive juice اللي هي العصارات الهاضمة سواء تركات gastric juice أو intestinal juice أو pancreatic juice أو liver secretions هذه العصارات لما بيحصل لها mixing مع الأكل بتساعد عملية digestion تاني وظيفة مهمة عملية secretion والsecretions دي بتتم عبر الغدد المختلفة الموجودة زي salivary secretions والgastric secretions والintestinal secretions وأيضا عبر pancreatic secretion والliver secretions كل هذه secretions بتساعد عملية الdigestion secretions هي اللي بتساعد عملية الdigestion وبتساهم في تحويل الdigestion products from large to small products عملية الdigestion هي عملية active process يعني عملية ناشطة تحتاج إلى وجود طاقة عملية secretions of different gastric juice أو intestinal juice أو liver secretion أو pancreatic secretion لازم يحصل لها regulation يعني تنظيم عن طريق هيرمونات معينة أو عن طريق nervous regulation ننتقل بعد كده نحن كده قلنا أن الجسترون تستانيل ترت بيقوم بأربع وظائف أساسية أول وظيفة الموتيلتي تاني وظيفة كانت secretion الوظيفة اللي بعد كده هي الdigestion الهضم والdigestion اللي هدف منه to change أن أنا بعمل عملية chemical change أو بعمل عملية hydrolysis بكسر large particles وأحولها ل small particles أنا باكل large particles زي carbohydrate, protein, fat محتاج أحول هذا الأكل إلى small particles في صورة الجلوكوز في صورة الجلوكوز والبروتين في صورة amino acids والfat في صورة fatty acids طب بعد ما أحول المواد دي لمواد صغيرة أعمل لها absorption امتصاص تتم عملية absorption غالبا في intestine سواء كان في small intestine أو large intestine بعمل absorption لإيه؟ للنيوتريانت زي الجلوكوز والamino acids والfatty acids أيضا بعمل absorption لو أنا واكل أكل في vitamins بعمل absorption للvitamins وأيضا بعمل absorption للإلكترولايت وأيضا هذا absorption بيتم بقى ويروح المواد المفيدة دي كلها تروح للبلوت أغلب الabsorption بيتم في small intestine والdigestion بيبدأ من بداية الماوس الdigestion بالصلايفة بتساهم في عملية الdigestion وأيضا في الستومج بتتم عملية الdigestion وعملية الdigestion بتكتمل في small intestine ويحصل عملية الabsorption ننتقل للجزء الثاني من محاضرة النهاردة هو الهيستولوجيكا الستركشور أوف جي اي تي نجي بقى نشوف الجهاز الهضمي تحت الميكروسكوب وتبعا مش هناخد تفاصيل هناخد الحاجات اللي هتخدم شرح الفيسيولوجي نقدر نقول عندنا four layers of the human هناخدنا اليومين كده تحت الميكروسكوب لانه ان احنا عندنا four layers تبدأ الليار الاولى عبارة عن الميوكوزة والتانية الصب ميوكوزة والتالتة الماسكولوزة والماسكولوزة عبارة عن muscles نقدر نقول انه نعين اوتر longitudinal layer وinner circular layer واخر طبقة هي السيروزة ودي بتكون اخر طبقة في الليومين يبقى نقدر نقول طبع عشان نقدر نوضح الكلام ده هنشوف صورة عشان نشرح فيها structure الخاص باليومين of gastrointestinal tract هنلاقي ان اليومين من جوه كده عندنا الجوه ده كده اللي اسمها ايه اللي جوه ده اسمها الميوكوزة نجي نلاقي تحت كده الصب ميوكوزة الصب ميوكوزة دي المنطقة اللي هي تحت الميوكوزة بعد كده منطقة الماسكولوزة اللي بتنقسم لنصين النص ده سيركولر شكلها بنسميها سيركولر لير اللي inner layer of maskeluza والاوتر لونجوتيديونال لير of maskeluza دي بنسميها الاوتر لونجوتيديونال لير of maskeluza والاخيرة بقى الطبعة الاخيرة دي هي السيروزة يبقى نقدر نقول يا شباب ان احنا الطبقات المختلفة اول طبقة دي اللي هي ليه الميوكوزة تاني طبقة بعدها اللي هي هنا كده اللي هي الصب ميوكوزة بعد كده المسكولوزة طبقة كبيرة نقسم لقسمين جزء سيركولر سيركولر لير maskeluza وجزء لونجوتيديونال بنسميها لونجوتيديونال لير of maskeluza والاخيرة بتكون السيروزة طيب مهم جدا نعرف ايه ان احنا عندنا نيرف صب لاي او نيرفز لوكال نيرفز موجودة ما بين هذه الطبقات اول مجموعة من اللوكال نيرفز حاجة اسمها صب ميوكاس بليكسس دي مجموعة من النيرفز موجودة في اهنه منطقة اسمها صب ميوكاسي قطحت صب ميوكوزة ما بين الصب ميوكوزة وال inner circular layer of the maskeluza وعندنا مجموعة تانية اللي هي المايونتيريك بليكسس المايونتيريك بليكسس دي موجودة ما بين طبقتين المسكولوزة ما بين الصب ميوكوزة وال outer longitudinal layer يبقى ده استروجيكالي درنا نقسم اليوم لأربع طبقات طبقة اللي هو الأولى اللي هي الميوكوزة بعد كده الصب ميوكوزة بعد كده الماسكولوزة والسيروزة وأن الماسكولوزة تنقسم لأوتر longitudinal layer و inner circular layer ما بين الاوتر longitudinal وال inner circular في مجموعة من النيرفس بنسميها الماين تيريك بليكسس وما بين inner circular والصب ميوكوزة في مجموعة من النيورونز اسمها الصب ميوكس بليكسس ننتخل بعد كده نقول أن digestive motility and secretions regulated by four factors في أربع عوامل بتعمل regulation ل motility and secretion الخاصة بالجاسترو intestinal tract أول عامل اللي هي autonomous smooth muscle function السموز muscle نفسها لها autonomous function لها وظيفة يعني أنها بتقدر تعمل contraction بنفسها لها autorexmic contraction زي اللي موجود في الهارت تاني حاجة الانترينسيك نيرف بليكسس وده هناخد فكرة عنه اللي هي الصب ميوكس بليكسس وال مايونتيريك بليكسس وعندنا extrinsic نيرف يعني أعصاب خارجية السيمبساتيك والباراسيمبساتيك وأيضا الهيرمونز الجاسترو انتستاينل هيرمونز أوتونيومس سموز موس كونتراكشن ان السموز موس لها القدرة انها تعمل كونتراكشن بنفسها autorexmic سيلز زي الموجودة في الهارت وده ايضا مش هنشرحها في طب اسنان هنشرحها فقط في طب بشري يبقى هنشرح في محاضرة النهاردة الانترينسيك نيرف بليكسس والاكسترينسيك نيرف السيمبساتيك والبارة سيمبساتيك الانترينسيك نيرف اللي جبنا سيرتها اللي هي الصب ميوكس بليكسس والماينتريك بليكسس ناخد النيرف ريجوليشن أو جاسترو انتستينا التراكت والنيرف ريجوليشن الخاصة بالجاسترو انتستينا التراكت ممكن يكون اكسترينسيك يعني خارجي او انترينسيك ممكن يكون اكسترينسيك أو intrinsic طب الاكسترينسيك اللي هو إيه Sympathetic وبارة Sympathetic وبارة Sympathetic Nervous System الانترينسيك حكتين Submeucosal و Myenteryc زي ما هناخد بعد كده بالتفصيل ناخد بقى الاكسترينسيك انرفيشن وطبعا في طب أسنانا بي في مشكلة شوية لأننا ما خدناشي الautonomic Nervous System ما خدناشي السمباساتيك والبارة ولكن حابين نقول قواعد زهبية من هو صديق الجهاز الهضمي صديق الجهاز الهضمي هو البارة Sympathetic Nervous System يعني لو قلتلك مين اللي بيشغل الجلانس الموجودة في الجهاز الهضمي يبقى البارة Sympathetic بيزود السيكريشنز بتاع كل الجلانس الموجودة في الجاسترو انتسطينال تراكس طب مين اللي بيزود الموتيلتي الخاصة بالول أو في جي اي تي برضو البارة Sympathetic بيزود حركة الول أو في جي اي تي طب السمباساتيك ده ايه؟ ده عدو الجهاز الهضمي يعني بيينهبت الول في الحركة وايضا بيينهبت السيكريشن in general وايضا السفينترز بيقفلها يعني بيوقف الجهاز الهضمي عن العمل ده بوجه نعمدي اهم معلومة نكون عارفينها ان صديق الجهاز الهضمي هو البارة Sympathetic اما السمباساتيك فهو عدو للجهاز الهضمي بيينهبت الول ويكون تراكت السفينترز فيقفل الجهاز الهضمي ويقلل حركته ويقلل السيكريشن الخاصة بالجلانز واللي بيزود السيكريشن ويزود الموتيلتي هو البارة Sympathetic Nervous System طب لو قلتلك السمباساتيك بيطلع منين؟ السمباساتيك كان لو يعني طلب الطب عارفين ان السمباساتيك بيطلع من الثوراكولامبر يعني من الثوراكسيجمينس كلها اللو 12 والقابر 3 لامبر طب الجزء بقى الخاص بالجهاز الهضمي بيطلع منين؟ بيطلع من الجريتر والليسر سبلانكنيك نير الجريتر سبلانكنيك ده بيدي صبلاي للأبدومين تمام؟ والليسر سبلانكنيك بيدي صبلاي للبلفس تمام؟ وبعد ما يطلع من طبعا الجريتر سبلانكنيك بيطلع من اللور 6 سوراسيجمينس والليسر سبلانكنيك بيطلع من الأبر 4-3 لامبر ايا كان مش هندخل في التفاصيل دي ولكن هو بيطلع من ال Spinal Cord سواء كان سوراسك او Lumber Segments طب بعد ما يطلع بأعصاب اسمها ايه؟ اسمها Sblankinic Nervis يعني أعصاب Sblankinic Greeter و Lycer Greeter خاص بالأبدومن ولسر خاص بالبلفس الأعصاب في السمبساتيك والبارا ما بيدخلوش الأورجان ولازم يعدوا عليه على جانجليا فيطلع بعصاب نسميها Preganglionic Fiber قبل الجانجليا بعد كده يعد على الجانجليا بعد يطلع بالبوست جانجليونيك ويروح للأورجان ال Preganglionic Fiber في آخرها بيطلع Chemical Transmitter اسمه Acetylcholine عشان كده بيسميها Preganglionic Cullinergic Fibers بتطلع وبتعمل ريلي في جانجليا اسمها Collateral Ganglia أنا بتكلم عن السمبساتيك وال Chemical Transmitter في ال Preganglionic هي Cullinergic طب طمام طب تجي نتكلم عن البارا البارا بيطلع منين؟ البارا سمبساتيك بيطلع من Central Nervous System Cranial Secral بيطلع من Cranial Nerves أرقام 3-7-9-10 والجزء الخاص بالGastrointestinal Tract بيطلع من العصب العاشر اللي هو الفيجاس وأيضا بيطلع من Secral Segment يطلع عصب اسمه Pelvic Nerve والأعصاب سواء كان فيجاس أو Pelvic Nerve فيجاس بيدي للأبدومن و Pelvic Nerve بيدي للبلفس بيطلعوا ويدخلوا على الأورجن على طول ولا يعدوا على جانجليا؟ لا بيعدوا على الجانجليا والجانجليا chemical transmetor فيها بيكون أسيطايل كولين سواء كان سمبساتيك أو بارا فنسميها Breganglionic Cullinergic Fibers طب بعد ما دخلت في الجانجليا السمبساتيك أطلع ببوست جانجليونيك في السمبساتيك chemical transmetor مش هيكون أسيطايل كولين هيكون نور أدرينالين فنسميها بوست جانجليونيك نور أدرينيرجيك فايبرز تصل بقى للجهاز الهضمي بداية من الستومك بداية من الجهاز الهضمي من الأسوفيجاس بعد كده الستومك بعد كده ديودينم و السمول انتستين والبروكسيمال بارتوفلارج انتستين لو بتكلم عن الجريترس بلانكنيك والجليسرس بلانكنيك يكمل الديستال بارتوفلارج انتستين والإينس عشان يعمل السمبساتيك هو عدو للجهاز الهضمي بيعمل انهيبشا للوول فيانهيبت المسلز ويقفل السفينترس موتورتوسفينترس يعني يخلي المحابس مقفولة فيخليك ما تعملش لعملية الديفيكيشن ويسبط حركة الجهاز الهضمي ويقل الإفرازات الجلانس ده أنا بتكلم عن السمبساتيك طب البارة 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 بيطلع بيطلع بقى من الجانجليا اللي هي سمناها ساعتها بقى تبارة بتكون الجانجليا امبيدت انزا اورجم سمتير من الجانجليا عشان يدي سابلاي للمينتريك بليكسس والصب ميوكوزل بليكسس ومنها يزود السكريشنز الخاصة بهذه البليكسس بهذه الجلانس يزود السكريشنز الخاصة بكل الجلانس الموجودة في الجسترونت ستينال تراكت وايضا يزود الموتيلتي الخاصة به البول ويعمل انهيبيشن ويساعد عملية الديفيكيشن طب احنا تهنى يا دكتور احنا عايزين نعرف ايه طبعا الكلام ده تفاصيل وهيبقى موجود في الاوتونوميك لطلب الطب اللي واخدين الاوتونوميك بالتفصيل طب انا بقى كطالب طب او طالب اسنان عايز اطلع بمعلومة ايه اطلع بمعلومة وحيدة لكله لول كونتراكشن فيزود الموتيلتي الخاصة بالجهاز الهضمي طب الجلانس اللي بيقابلها بيعمل لها ايه بيعمل لها سيكريشن موجودة في الجاسترونتستين التركت تمين ده بقى ده البارة سمبساتيك طب السمبساتيك عدو الجهاز الهضمي يعني بيعمل اللي ايه انهيبيشن اف زاماصل يعني بيقلل الموتيلتي ويقلل ايضا السيكريشن وعشان هو يقلل الموتيلتي فخلل الجهاز الهضمي مش شغال فيعمل فيعمل يعني يقفل المحبس من تحت ويمنع عملية تمام ده رسمة بتوضح لي السمبساتيك والبارة سمبساتيك وانا السمبساتيك والبارة بيطلعوا من احنا بنقول السمبساتيك بيطلع من السوراكولامبر سيجمنس السوراكولامبر سيجمنس في الجريتر والليسر اسبلانكنيك نيرف وبرحش للأورجان على طول لازم يدخل جوة جانجليا الفايبرز اللي بتدخل جوة جانجليا بسمية بريجانجليونيك فيبرز كيميكال ترانسيميتر لو بتكلم عن السمبساتيك ده هيكون كيميكال ترانسيميتر أستايل كلين عند الجانجليا بعد كده البوست جانجليونيك فيبرز الكيميكال ترانسيميتر بيكون نور أدرينالين عشان يعمل انهيبشا للوول ويعمل انهيبشا للسيكريشن ده أنا بتكلم عن مين بتكلم عن السمبساتيك أما لما بتكلم عن البارة سمبساتيك هتكلم عن ايه هتكلم عن الفيغس نيرف الفيغس نيرف اللي هو العصب العاشر اللي بيدي صبلاي للجلانس يعني زود لها سيكريشن ويدي صبلاي للوول يعمل زيادة في الكنتراكشن والموتيلتي وأيضا البلوك نيرف يدي صبلي للبلوث ايضا بيعمل كنتركشن للول ويعمل ريلاكسيشن للسفينتر ويزود السيكريشنز الموجودة في البلوث الجزء الثاني بقى فيه اللي بيتحكم وبيعمل ريجوليشن للنيرفوس ريجوليشن الخاص بالجاسترون تستانل تراجد هو الانترينسيك نيرفوس سيستيم جهاز عصبي بقى داخلي مخصوص للجهاز الهضمي انترينسيك مخصوص عندنا ايه عندنا عدد رهيب من النيورونس تصل لمية مليون نيرون موجودين موجودة فين عندنا اللي خدنا فكرة عنهم عندنا حاجة اسمها ولها اسم تاني موجودة فين موجودة ما بين الاوتر لونجوتيدينال والإنر سيركولر لير مسؤولة عن ايه هي بحرف الام مايون تاريك مايون تاريك مسؤولة عن الموتيلتي يبقى المايون تاريك بليكسس او الإيرباخس بليكسس اللي هي موجودة ما بين طبقتي المسلس اللي هي الاوتر لونجوتيدينال والإنر سيركولر لير ما بينهم في المايون تاريك بليكسس او الإيرباخس بليكسس مسؤولة عن ايه لما عملها استيميليشن دي بتزود الموتيلتي طب عندي ايه تاني؟ عندنا حاجة اسمع الصب ميوكس او الميزنرز بليكسس الصب ميوكس بليكسس موجودة ما بين السيركولر لير ومسكيلوزة وصب ميوكوزة ما بين الطبقتين دول طيب يبقى مسؤولة عن ايه؟ هي اسمع صب ميوكس لير يبقى مسؤولة عن السيكريشن يبقى الصب ميوكس بحرف الاس مسؤولة عن السيكريشن والما ينترك بحرف الام مسؤولة عن الموتيلتي دي رسمة توضحية بتوضح لي مكان البليكسس احنا بتكلم عن الصب ميوكس بليكسس موجودة في هذه المنطقة ما بين الميوكوزة والسيركولر لير اوف ماسكيلوزة وعندنا المايون تاريك بليكسس اللي هي هنا موجودة ما بين السيركولر لير واللينجوتيديونال لير طيب الصب ميوكس بليكسس مسؤولة عن السيكريشان والمايون تاريك بليكسس مسؤولة عن الموتيلتي اخر جزء في محاضرة النهاردة هو فكرة بسيطة عن البلات سابلاي الخاص بالجهاز الهضمي ونقدر نقول ان الجهاز الهضمي بياخد بلات سابلاي من الادومينال اورتا وبيطلع بقى عصاب بيطلع ارتريس كتير بتدي سابلاي للاجزاء المختلفة من الجاسترو انتستاينال تراكت وبعد ما تديها سابلاي بيحصل درينج درينج يعني بيرجع بقى الفيناس ريتيرن عبر البورتال سيركوليشن للليفر وينتهي بالانفيريور فينا كيف يبقى اخدنا في محاضرة النهاردة مقدمة خاصة بالجاسترو انتستاينال تراكت اللي تناولنا فيها الورجنز المختلفة الخاصة بالديجستا سيستيم سواء كالألمينتري تراكتوس والأكسيسوري جلانس الموجودة وايضا اتكلمنا عن الفور مين فونشنز اوف جاسترو انتستاينال تراكت اللي هي الموتيلتي والسيكريشن والديجشن والأبزوربشن واتكلمت عن الهيستولوجيكال استراكشر والأربع مكونات الخاصين باليومين بضايتا بالميوكوزة والصب ميوكوزة والمسكيلوزة والسيروزة بعد كده اتكلمت عن ريجوليشن والسيكريشن والسيكريشن والديجستي السيستيم وقلت ان احنا عندنا اربع حاجات بعمل بها ريجوليشن عندنا الاسموز مصل لها اوتوريزم اكسيلز بتقدر تعمل كونتراكشن للسموز مصل ودي مش هناخدها في شرحنا في محاضرة النهاردة وايضا عندنا مجموعة من الهيرمونز بتعمل ريجوليشن للجاسترو انتستاينال تراكتس وبرضو مش هناخدها في محاضرة النهاردة وهي غير مقررة على كلية طب أستان بس طبعا الاتنين دول مقررين على كلية طب بشري واللي هناخدهم بقى في محاضرة النهاردة الاكسترينسيك انيرفيشن السيمباساتيك والبارا والانترينسيك سيكريشن الصب ميوكوز بليكسس والميين تريك بليكسس وقلنا ان الاكسترينسيك سيكريشن اللي هي السيمباساتيك والبارا من هو صديق الجي اي تي هو البارا سيمباساتيك وده بيساعد بيزود الموتيلتي والسيكريشن والسيمباساتيك بيقلل الموتيلتي والسيكريشن وبعد كده اكلمنا عن بلاتسا بلاي الخاص في داجستا السيستيم وانه دي برانشز بتطلع من الاورتا الابدومين الاورتا والدرينج بيحصل عبر البورتر سيركوليشن وانتهي في الانفيريور فينا كيفا وبكده نكون انتهينا من المحاضرة الاولى وان شاء الله نكمل باقي المحاضرات تباعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا